اشتركوا في القناة والرسول خزرج تحولت إلى ألفة ومحبة وأخوة بين أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم والتفت الكلوب والعقول حول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وصارت الكلمة لله ورسوله وتورى اليهود خزيا في ديارهم تفتكر حضرتك هيكون سهلة على اليهود أن هم يسلموا؟ لا طبعا دول أسادسة في الوقيعة والخيانة والدسائس والمؤامرات وأضافوا إلى ذلك سلاح جديد اللي هو النفاق وإن لي يخلي اليهود يلجأوا للنفاق؟ قلة الحيلة والضعف الشديد فلجأت طائفة من اليهود إلى النفاق فأظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر وإذا لقى الذين نافقوا من اليهود الذين آمنوا قالوا بلسانهم آمنا بدينكم ورسولكم المبشر به في التورى وإذا خلا هؤلاء المنافقين بعيدا عن أعين المؤمنين قالوا بعضهم لبعض في إنكار شديد أتحدثون المؤمنين وتخبرونهم بما بيّن لكم الله عز وجل في التورى من نعت وصفة محمد صلى الله عليه وسلم؟ فتكون لهم الحج عليكم عند ربكم يوم القيامة أفلا تفكهون؟ أليس لكم عقول؟ قال فضيلة الشيخ شعراوي رحمة الله عليه قصم الله عز وجل عباده إلى ثلاث فئات مؤمن وكافر ومنافق فالمؤمن يظهر الإيمان ويبطن الإيمان فانسجم مع نفسه ومع الكون أما الكافر فأظهر الكفر وأبطن الكفر فانسجم مع نفسه ولم ينسجم مع الكون والكون يلعنه أما بقى المنافق واكسيته جديدة لم ينسجم مع نفسه ولا مع الكون يقول بلسانه ما لا يؤمن به ويبطن الكفر والكل يلعنه وهو في الآخرة في الدرك الأسفل من النار وهل الإيمان كلام يقال؟ لا الإيمان من الإطمئنان الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل جملة أفلت عقلون من قالها قالها فارتدت إلى صدره فهم جميعا يؤمنون بوجود الله عز وجل ويؤمنون بيوم القيامة ويؤمنون بأن محمد صلى الله عليه وسلم هو الرسول المذكور نعته وصفته في التوراة ورغم كل هذا ينافكون والحالة لحضرتك فيها دلوقتي دي فتح من الله فأي تدبر لآيات الكرآن الكريم فتح من الله ونعمة تستحق الشكر اللهم لك الحمد على نعمة تدبر الكرآن جزاكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر